الكروموسومات في منها نعيم كروموسومات جسدية وكروموسومات جنسية الكروموسومات الجسدية اسمها جسدية لأنها بتحمل الجينات المسؤولة عن الصفات الجسدية زي مثلا الطول والأسر ولون الشعر وفصال الدم وغيرها من الصفات الجسدية إنما الكروموسومات الجنسية هي الكروموسومات اللي عليها الجينات الخاصة بالجنس وهي الكروموسوم X والكروموسوم Y الزكر بيكون فيه X و Y والأنسة بيكون فيها 2X المفروض بقى إحنا النهاردة هنعرف أن فيه صفات جسدية جيناتها بتكون موجودة على الكروموسومات الجنسية الصفات دي اسمعها الصفات المرتبطة بالجنس ومن الأمثلة على الصفات المرتبطة بالجنس صفة لون العيون في حشرة الدروسوفيلا اللي اكتشف الصفة دي كان العالم توماس مورجان لاحظ أن الجينات المسؤولة عن صفة لون العيون في حشرة الدروسوفيلا بتكون موجودة على الكروموسومات الجنسية بالرغم من أن صفة لون العيون هي صفة جسدية وبالتالي أطلق على الصفة دي صفة مرتبطة بالجنس وبرضو من أمثلة الصفات المرتبطة بالجنس في الإنسان مرض عمل ألوان ومرض الهيموفيليا اللي هو سيولة الدم اللي هو شخص لو حصل له جرح بسيط دمه بيسين بسرعة بشكل غير طبيعي وكمان قصر النظر وضمور العضلات لون العيون في حشرة الدروسوفيلا ممكن يكون أحمر فبنرمز له بالرمز R-CAPTAL يعني كده جين سائد واللون الثاني وهو اللون الأبيض وبنرمز له بالرمز R-CAPTAL يعني كده جين متنحي يعني احنا كده معانا R-CAPTAL بيعبر عن اللون الأحمر اللي هي الصفة السائدة وR-CAPTAL بيعبر عن اللون الأبيض اللي هي الصفة المتنحية الجين المسكول عن لون العيون سواء كان R-CAPTAL أو R-CAPTAL بيكون موجود على الكروموسومات الجنسية مش الكروموسومات الجسدية بالرغم طبعا من أننا قلنا أن دي صفة جسدية والجين R-CAPTAL أو R-CAPTAL بيكون موجود بس على الكروموسوم X إنما الكروموسوم Y مش بيحتوي على أي جين لصفة لون العيون فمثلا لما أقول لك إن في حشرة عندها 2X يعني كده تبقى أنسة طيب لما أقول لك إن الكروموسوم X الأول عليه جين R-CAPTAL والكروموسوم X الثاني برضو عليه R-CAPTAL يبقى كده معانا 2X وكل كروموسوم منهم عليه R-CAPTAL يعني كده أنسة لون عيونها حمراء بشكل نقي طيب لو حشرة عندها 2X كده فهمنا أن هي أنسة الكروموسوم X الأول عليه R-CAPTAL والكروموسوم X الثاني برضو عليه R-CAPTAL يبقى كده معانا 2X كل واحد منهم عليه R-CAPTAL فكده أنسة لون عيونها أبيض وطبعا بشكل نقي لأن اللون الأبيض صفة متنحية طيب لو قلت لك إن في حشرة 2X يعني كده أنسة الكروموسوم X الأول عليه R-CAPTAL والكروموسوم X الثاني عليه R-CAPTAL يعني كده معانا 2X X الأول عليه R-CAPTAL وX الثاني عليه R-CAPTAL تبقى كده أنسة لون عيونها عمراء بشكل هاجي طيب لو قلت لك حشرة عندها X و Y كده يبقى ذكر الكروموسوم X عليه R-CAPTAL وطبعا الكروموسوم Y قلنا إنه مش بيحمل أي جينات فبقى كده معانا X و Y و X عليه R-CAPTAL يعني كده ذكر لون عيونه حمراء طيب لو حشرة X و Y و X عليه R-CAPTAL كده خلاص عرفنا إن ده ذكر وطالما R-CAPTAL يعني كده لون عيونه أبيض العالم توماس مورجان عمل تهجين لذكر أبيض العين يعني X Y و X عليه R-CAPTAL مع أنسة حمراء العين نقية يعني كده 2 X طالما أنسة وطالما حمراء نقية يعني كده كل واحد منهم عليه R-CAPTAL يعني إحنا كده معانا 2 X و كل X عليه R-CAPTAL دول الأباء فبنرمز ليهم بالرمز B ناخد منهم الأمشاج يعني عنه رمز لها بالرمز G الزكر هناخد منه مرة X عليه R-CAPTAL و مرة Y والأنسة طالما اللي اتنين شبع بعض يبقى ناخد واحدة بس X عليه R-CAPTAL فبقى كده الأفراد اللي هتطلع كالآتي نمشي X اللي عليها R-CAPTAL مع X اللي عليها R-CAPTAL فيطلع لنا اتنين X يعني كده أنسة عليها R-CAPTAL و R-CAPTAL يعني كده أنسة عينها همراء بشكل هجيء والاحتمال التاني ان احنا ناخد ال-Y من الزكر مع ال-X من الأنسة اللي عليها R-CAPTAL فيبقى كده معانا X عليه R-CAPTAL و Y يعني كده الزكر عينه همراء عمل بعد كده تهجين تاني لأفراد الجيل الأول فبقوا هم أباء الجيل التاني فيبقى كده معانا أباء الجيل التاني X و X X اللي عليها R-CAPTAL والتاني عليها R-CAPTAL يعني كده أنسة حمراء بشكل هجيء مع X و Y وال-X عليها R-CAPTAL يعني كده ذكر احمر العيون الامشاك هتبعى كالتالي من الأنسة هناخد X مرة عليها R-CAPTAL و X مرة عليها R-CAPTAL و من الزكر هناخد X عليها R كابتل وناخد Y فيبقى كده افراد الجيل التاني كان لقاتي اول حاجة معانا اتنين X وكل واحدة منهم عليها R كابتل فيبقى كده انسة حمراء العيون بشكل نقل بعد كده ناخد X عليها R كابتل مع Y يعني كده زكر احمر العيون الاحتمال اللي بعد كده اتنين X ال X الاولى عليها R كابتل وال X التاني عليها R صمو يعني كده انسة حمراء العيون بشكل هاجي واخر احتمال معانا هو X R صمو وبعد كده Y يعني كده زكر ابيض العيون توماس مورجان كان ممكن ان هو يعتبر صفة لون العيون في حشرة الدرسوفيلة هي صفة مندلية على اعتبار ان بيكون معانا جين سايد اللي هو R كابتل وجين متنحي اللي هو R صمو وكمان استنتج ان افراد الجيل الاول كانت الصفة السايدة اللي هي لون العيون الحمراء بنسبة 100% فكل ده بيأكد له ان الصفة دي هي صفة مندلية وكمان افراد الجيل التاني بتحمل الصفاتين السايدة والمتنحية يعني الصفة السايدة اللي هي لون العيون الحمراء والصفة المتنحية لون العيون البيضة بنسبة 3 الى 1 يعني 75 الى 25% على الترتيب وده نفس اللي بيحصل في الصفات المندلية ولكنه هو لاحظ ان ربع الجيل التاني يعني حوالي 25% كان بيحمل الصفة المتنحية اللي هي لون العيون البيضة جميعه من الزكو لذلك اعتبر مرجا ان صفة لون عيون حشرة الدروسوفيلا هي صفة مرتبطة بالجنس بحيث ان جنات الصفة دي بيكون موجودة على الكروموسوم X ومش موجودة على الكروموسوم Y وده اللي اثبتناه من خلال التزاوج اللي احنا لسه عاملينه طيب لو جبتلك مثال تاني وجيت اقولك مثلا ايه ناتج تهجين زكر دروسوفيلا احمر العيون مع انسة بيضاء العيون طالما قلتلك زكر احمر العيون يعني كده طالما زكر X Y واحمر العيون يعني X عليها Ronse مع انسة بيضاء العيون طالما انسة يبكي كده 2X وطالما بيضاء العيون يعني الصفة المتنحية يعني كده عليها R resume كده جبنا التركيب الجيني بتاع الابال تعال انا اخد الامشاك بالنسبة للزكر هناخد منه X عليها R是我 وناخد منه U وبالنسبة للانسة طالما لتنين شبع بعض هناخد X وعليها R سمول الأفراد هتبع كالقادي أول فرد معنا هو 2X يعني كده أنسة X الأولى عليها R كابتل و X الثانية عليها R سمول يعني كده أنسة حمراء العيون بشكل هاجي والفرد الثاني هو X و Y والX عليها R سمول يعني كده ذكر أبيض العيون فيبع كده أفراد الجيل الأول 50% لـ 50% 50% أبيض لـ 50% أحمر هنبدأ ناخد أفراد الجيل الأول ونهجينهم مع بعض فيبع هم أباء الجيل الثاني فيبع كده معنا التركيب الجيني لأباء الجيل الثاني X و X يعني أنسة R كابتل R سمول يعني كده أنسة حمراء العيون هاجين مع X و Y والX عليها R سمول يعني كده ذكر أبيض العيون الأمشاج من الزكر هتبقى X عليها R سمول و Y والأمشاج بتاعة الأنسة هتبقى X عليها R كابتل و X عليها R سمول نبدأ نجيب الأفراد زي ما احنا متعودين أول فرد معنا يكون 2X R capital و R smooth يعني كده أنسة حمراء العيون هجي الفرد الثاني معنا هو XX يعني كده أنسة R smooth R smooth يعني كده أنسة بيضاء العيون الفرد الثاني معنا XY يعني كده زكر والX عليها R capital يعني كده زكر أحمر العيون والفرد الرابع والأخير هو كده XY يعني كده زكر والX عليها R small يعني كده زكر أبيض العيون فكده بنستنتج أن النسبة 25% ل25% 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 يعني واحد لواحد 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 واحد زكر أبيض العيون لواحد زكر أحمر العيون واحد أنسة بيضاء العيون لواحد أنسة حمراء العيون نيجي بعد كده للصفات المرتبطة بالجنس في الإنسان الكرموسوم X الجنسي بيكون مسؤول عن مجموعة من الصفات الجسدية زي عمل ألوان وكسر النظر والهيموفيلية اللي هي سيولة الدم وضمور العضلات واللي بتحكم في حالة عمل ألوان هو جين متنحي بنرمز له بالرمز C small بيكون موجود بس على الكرموسوم X يعني مثلا لو شفص XY يعني كده زكر الX عليها C small يعني كده XY والX عليها C small فيبقى كده زكر مصاب عمى الألوان إنما لو كانت الX عليها C capital يعني XY والX عليها C capital فيبقى كده زكر سليل وكذلك الأنسة الأنسة عندها 2X فلو ال2X عليهم 2C capital فتبقى كده أنسة سليمة 100% إنما لو ال2X واحدة عليها C capital واحدة عليها C small فيبقى كده أنسة سليمة بس عندها جين عمل ألوان أنسة سليمة لأن الجين المتحكم في عمل ألوان هو جين متنحي وعشان يظهر نفسه لازم يكون موجود بشكل مقيد وآخر احتمال معنا للأنسة لو كان ال2X عليهم 2C small فيبقى كده الجين المتنحي موجود فيقدر يعبر عن نفسه يعني كده أنسة مصابة بعمى الألوان فلما يحصل تزاوج ما بين أب مصاب يعني XY والX عليها C small مع أم سليمة يعني 2X وال2X عليهم C capital فالأمشاج اللي هناخدها من الأب هتبقى الX عليها C small والواش وإبقى الشاج الأم طالما ال2 شبه بعض يبقى الX عليها C capital الأفراد عرفنا طبعا بنجيب الأفراد إزاي هنبدأ أن احنا نمشيهم مع بعض يبقى كده أول فرد معنا هو 2X والX الأولى عليها C capital والX الثاني عليها C small فتبقى كده أنسة علشان خاطر ال2X الموجودية وتبقى الأنسة دي سليمة ولكن حاملة لجين المرض والفرد الثاني وهو XY يعني ذكر والX عليها C capital فبقى كده ذكر سليم وبكده بنستنتج أن الأب اللي عنده الصفة دي بيورسها لأبناءه البنات ومش بيورسها لأبناءه الزكور زي ما نحزنا من التزاوج اللي فات ده تعالى كده نشوف برضو كمان مثال لو قلتلك حصل تزاوج ما بين رجل مصاب بعمل ألوان من امرأة عاملة لجين المرض ما هو الطرز الجيني والمظهري للأبناء بص طالما رجل مصاب بعمل ألوان يعني كده XY والX عليها C small من امرأة حاملة للجين يعني كده هي سليمة بس حاملة للجين يعني 2X والX الأول عليها C capital والتاني عليها C small يبقى كده التركيب الجيني بتاعه الأباء نبدأ ناخد الأمشاج من الأب هناخد الـ X مرة عليها C small وبعد كده ناخد الـ Y والأم هناخد مرة X عليها C capital وبعد كده X عليها C small نبدأ أن نمشيهم مع بعض ونجيب الأفراد الفرض الأول معنا هيبقى 2X C capital C small يعني كده أنسة حاملة للجيني المرض بس أنسة سليمة الفرض الثاني هيكون X و Y والX عليها C capital يعني كده ذكر سليم والفرض الثالث هيكون 2X يعني أنسة C small C small يعني كده أنسة مصابة والفرض الرابع والأخيرة هو X و Y والX عليها C small يعني كده ذكر مصابة الحالة اللي بعد كده معنا هي حالة الهيموفيليا اللي معروفة باسم سيولة الدم واللي بتحكم في الحالة دي هو جين متنحي بأنه نزله بالرمز H small بيكون موجود على الكرموسوم X مرض الهيموفيليا بيسبب الموت خصوصا في مرحلة الطفولة فلما يحصل تزاوج ما بين راجل سليم يعني X و Y والX عليها H capital مع أنسة سليمة ولكن حاملة لجين المرض يعني 2X والX اللي قول عليها H capital والتاني هيكون عليها H small نبدأ أن احنا ناخد الأمشاج أمشاج الذكر هتبقى X عليها H capital و Y وأمشاج الأنسة هتبقى X مرة عليها H capital و X مرة عليها H small الفرض الأول معنا هيكون XX و كل واحدة منهم عليها H capital فتبقى كده أنسة سليمة والفرض الثاني هيكون X و Y و X الأولى عليها H capital فيبقى كده ذكر سليم الفرض الثالث معنا هيكون X و X يعني كده أنسة و X الأولى عليها H capital و X التاني عليها H small فتبقى كده أنسة سليمة ولكن حاملة لجين المرض والفرض الرابع معنا هيكون X و Y يعني كده ذكر وال X على H small فيبقى كده ذكر مصاب وبالتالي كده إحنا بنستنتج أن الصفات المرتبطة بالجنسي زي عمل ألواني والهيموفيلية بتكون أكثر انتشاراً ما بين الزكور عن الإناس لأن في الزكور بيتم تمثيل المرض بجين واحد بس لأن طبعاً الكروموسوم الجنسي Y مش بيحمل أي جينات لصفة عماء الألوان أو الهيموفيلية وفي الإناس بيتم التعبير عن المرض بزوجين من الجينات لأن طبعاً الأنسة بيكون عندها الـ 2X والـ 2X بكل واحد منهم بيشيل جين وبالتالي نسبة المرض في الزكور بتكون 50% إنما نسبة المرض في الإناس بتكون حوالي تقريباً 33% وكسر صغير يعني نسبة المرض في الزكور بتكون أكثر من الإناس وبنلاحظ برضو أن الزكر بيورس الصفة لأحفاده والزكور عن طريق أبناءه والإناس ومش بيقدر يورس الصفة لأبناءه الزكور والأنسة بتورس جينات الصفة لأبناءها الزكور والإناس عادي اشتركوا في القناة